السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد موضوع فيديو النهاردة هو كيفية انشاء قناة على اليوتيوب بالطريقة الصحيحة في فيديو النهاردة هنشوف الشرح من البداية من اول خطوة لحد اخر خطوة وهي رفع الفيديو وكمان شروط تحقيق الربح من القناة هنبدأ خطوة خطوة مع بعض اول خطوة معانا يا اصدقائي وهي عمل الجيميل او البريد الخاص بالقناة حتى لو عندك ايميل سابق ما تعتمدش عليه في القناة لازم تعمل ايميل خاص بالقناة اللي انت بتنشئها لان الايميل لازم يكون فيه شروط معينة عشان تضمن سلامة القناة بعد ذلك يعني ما تخترقش ما تتسرقش منك تمام؟ تعالوا نروح لأول خطوة نفتح جوجل كروم وبنكتف في البحث هنا جيميل تظهر لك الشاشة دي يكون عندك هنا انشاء حساب جيميل تمام؟ تضغط عليها او ممكن برضو في البحث هنا تكتب بدل جيميل انشاء حساب جيميل بيظهر لك هنا انشاء حساب جيميل نفتح الصفحة تظهر لنا الصفحة دي اصدقائي وبرضو هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف نضغط على كلمة انشاء حساب نروح على كلمة اضافة حساب الى الجهاز نضغط عليها ننتظر ثواني علشان يحمل وهنا اصدقائي بيطلب منك انشاء حساب تضغط عليها تختار لنفسي تظهر لنا الصفحة دي اصدقائي وبيطلب منك تختار اسم واسم العائلة وبتضغط التالي وهنا بتختار تاريخ الميلاد وبتختار النوع وبنضغط على التالي وهنا خطوة مهمة هنا انت بتكتب الايميل او البريد الخاص بيك بنفسك تمام؟ يعني مثلا بتختار اسم معين اسم وارقام معينة علشان يكون هو ده البريد الخاص بيك فاحنا بنختار اسم وليه شروط شروط الاسم اللي انت بتختاره او البريد اللي انت بتختاره ما يكونش فيه شخص غيرك بيستخدمه عشان ما يحصلش تشابه لذلك اذا اخترت اسم مشابه لشخص تاني هيديك خطأ لان فيه شخص تاني بيستخدمه تعالوا كده نشوف يعني مثلا لو انا اخترت الاسم ده وضغطت التالي اكيد هيديني انه هو مستخدم لانه هو سهل زي ما احنا شايفين اسم المستخدم اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل جرب اسم مستخدم اخر فانا هكتب اسم ازود حروف او ارقام وضغط التالي تم القبوط هنا اصدقائي لازم تختار كلمة مرور قوية يعني ايه كلمة مرور قوية يعني لازم يكون فيها حروف كابيتل وحروف سمول وما تكونش سهلة التخمين مثلا انت اسمك محمد ما تعملش الباسورد محمد لان هو سهل التخمين وسهل اي حد يخمينه وبنضغط على التالي وبتظهرنا الصفحة دي اصدقائي بيطلب منك ادخال رقم هاتف الخطوة دي في غاية الاهمية مع ان انك ممكن تتخطاها وما تدخلش رقم هاتف لكن لمصلحتك حاول انك تدخل رقم هاتف ومع ذلك الخطوة دي هنعملها بعدين وبنضغط على التخطي وهنا اصدقائي باقي الايميل اللي احنا انشأناه نضغط على التالي ودي البنود بنعمل عليها موافقة بعد ما انشأنا الحسابي اصدقائي بنتأكد من خطوة مهمة بنتأكد ان الايميل او البريد اللي احنا انشأناه تم اضافته تلقائيا للهاتف لان لو ما تمش اضافته احنا بنضيفه تعالوا نشوف ازاي نروح للإعدادات بنروح للحسابات هذا الاختيار وبعدين بنضغط على ادارة الحسابات وبتتفحص الايميلات او اللي موجودة هنا دي لو الايميل اللي انت انشأته وسط الايميلات دي كده معناها تم اضافته للهاتف الخاص بيك وكده الخطوة اكتملت طيب لو ما تمش اضافته اللي بيحصل لو انت ما لقيتوش هنا بتنزل للأسفل خالص في اخر اختيار وبتضغط على اضافة حساب وبعدين بتنزل على كلمة جوجل بتضغط عليها ننتظر تفتح لنا الصفحة دي وبعدين يا اصدقائي بتدخل هنا البريد اللي احنا انشأناه وبتضغط التالي وبتدخل كلمة المرور وبتضغط التالي وبكده بيتم اضافته الى الهاتف تمام? كده خلصنا من خطوة انشاء البريد تعالوا نروح لخطوة انشاء قناة اليوتيوب نفتح تطبيق اليوتيوب وبنروح للصورة اللي في الاعلى دي عندك بتكون حرف اتش او او على حسب انت ما انشأت حساب البريد تضغط عليها وبنضغط على السهم اللي هنا ده علشان نتأكد من الايميل اللي احنا هنختاره او هننشئ به القناة وبتبص في الايميلات دي تمام? وبتروح لي الايميل اللي انت انشأته وتضغط عليه تمام? وبعدين بنروح مرة تانية ونضغط على صورة الحساب اللي في الاعلى وبعد كده بيظهر لك هنا الايميل اللي انت انشأته ولو اظهر لك من اول مرة كان بها وبعدين بنضغط على كلمة قناتك وهنا بتختار اسم للقناة لو انت عايز تغير الاسم وهنا بتختار صورة للقناة ولكن دي نخليها خطوة بعدين نضغط على انشاء قناة وهنا اصدقائي بتكون القناة اللي احنا انشأناها بيكون عندك هنا كلمة تعديل او قناة تضغط عليها وبيكون هنا في امكانك انك تغير صورة القناة وخلفية الغلاف وكمان تغير الاسم وتضيف وصف كده انت انشأت القناة الخاصة بيك نأتي الان لخطوة اللي هو رفع فيديو كيفية رفع فيديو وتضغط على علامة الزائد اللي في الوسط وتضغط على تحميل فيديو وبتختار فيديو من الفيديوهات اللي انت انشأتها موجودة على الهاتف عندك وبعدين نضغط على التالي وبعدين هنا بتكتب عنوان ليه الفيديو مثلا وبعدين هنا اضافة وصف للاغنية او وصف للفيديو اللي انت عملته بتكتب هنا وصف كامل للفيديو وهنا غير مدرج معناها ايه دي مستوى العرض يعني ايه مستوى العرض لما نضغط عليها بيزهر لك هنا علني كل الناس هتشوفوا الفيديو هنا غير مدرج انت فقط اللي هتشوفوا والناس اللي انت هترسل لهم الرابط الخاص بالفيديو هشوفوه خاص معناها ان انت فقط هو الوحيد اللي هتشوف الفيديو تمام وبعدين بنضغط على التالي وهنا بيسألك هل هذا الفيديو مخصص للأطفال لا الفيديو ده غير مخصص وبنضغط على تحميل الفيديو وننتظر ثواني ما تستعجلش بيظهر لك هنا في الأعلى جاري تحميل فيديو واحد ونروح كده للفيديوهات ونعمل تحديث ولو ضغطت على كلمة الصفحة الرئيسية هنا دي وضغطت على إدارة الفيديوهات هيظهر لك هنا الفيديو اللي انت عملته خاص وممكن تضغط على الثلاث نقاط اللي هنا دول وبتعدل في الفيديو لو ضغطت على تعديل تمام؟ أو ممكن تحزف الفيديو لو ضغطت على حزف أو ممكن تشارك رابط الفيديو لو ضغطت على مشاركة الفيديو ممكن تشاركه في أي مكان ده كان شرح بسيط ولكن متبقي كيفية عمل الأرباح إزاي نربح من الفيديو من القناة دي علشان نربح من القناة دي يا أصدقائي ليها شروط إيه الشروط دي؟ لازم يكون عندنا ألف مشترك شوف هنا ليس هناك أي مشتركين لازم يكون هنا ألف مشترك يشتركوا في قناتك ثانيا لازم الفيديوهات اللي انت نشرتها تمام؟ يشاهدها عدد أشخاص بمجموع أربع تلاف ساعة يعني الناس اللي هتشاهد الفيديو عدد الدقائق اللي شاهدوها يكون أربع تلاف ساعة أول ما تتحقق الشروط دي بنشترك في الربح من اليوتيوب بعمل حساب دي خطوة بعد كده إن شاء الله هنعمل لها شرح بعد ما نحقق الشروط الخاصة بالربح وهي ألف مشترك واربع تلاف ساعة مشاهدة وبعد كده نعمل حساب ونبدأ نربح من القناة يارب يكون الشرح أفادكم اشتركوا في القناة